موسيقى موسيقى مشاهدين في كل مكان طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد بكم وإليكم على الهواء مباشرة في برنامجكم رسالة حياة في العشرين من فبراير سنة 1858 وبالتحديد في نيوج جيرسي في أمريكا اتولد البائع الجائل اللي يتحول إلى دكتور طبيب وحاصل على تسع شهادات طبية ومن الأربعة الأساتفة في الطب اللي أسسوا جمعة ومستشفى جونز هوبكنز واخترع العديد من الأجهزة الطبية واخترع من أهمهم تقريبا كان المنظار أجهزة كتيرة جدا من أهمهم المنظار منظار المثانة وكمان هو أول من استخدم الراديوم لعلاج السرطان الشخصية اللي معينا النهاردة اسمها هوارد كيلي دكتور هوارد كيلي غاني عن التعريف هوارد كيلي هو الطفل اللي اعتمد على نفسه البائع الجائل اللي كان بيخرج من بيته يدور على رزق أكله وقوته علشان يعتمد على نفسه كان بيعتمد على نفسه في الملبس ومصاريف المدرسة والمأكل وكان يعني فرقابته طوء زيادة حبتين وخصوصا أنه هو طفل وطبعا الأطفال يعني يعني إما بيتحملوا مسئولية وهم صغيرين في حاجات كتيرة أوي بيتحرموا منها فطبعا خرج في يوم من الأيام علشان يمارس مهنته اللي هو عنده شنطة وبائع جائل هو بيخبط على البيوت وبيعرض عليهم السلعة بتاعته فطبعا في يوم من الأيام حاول أنه هو يبيع اليوم ده ما كانش عنده مبيعاته مبيعات صفر ما كانش فيه مبيعات حاول أي حيلة ملقاش قدامه غير هو حل واحد أنه هو ياخد قرار أنه هو يوصل عند أول بيت ويخبط على بابه ويطلب منه أكل وصل عند أول بيت خبط على الباب خرجت له بنت من دوره والبنت كانت جميلة جداً وهنا اتردد خده الحياة إزاي يطلب من بنت وخصوصاً من دوره ففيه إحساس كده بيبقى مختلف شوية بيبقى صعب فقال لها أنا عايز كوبات مية خلاص طلب كوبات المية ده أقصى حاجة كان ممكن يعملها ساعتها من الإحراج هي شافته واقف هزيل كده ووشه شاحب باين عليه التعب فدخلت زي ما يكون حسّت بيه دخلت جابت له كوب اديت له الكوباية أول ما مسك الكوباية عشان يشربها لقى فيها لبن شرب اللبن بشكل نهوم رفع الكوباية ونزلها مرة واحدة فاضية وديها الكوباية وقال لها شكراً أنا المفروض أدفع كام أنا عايز أعرف تكلفة كوبات اللبن دي كام قالت له كام ولا أي حاجة إحنا أهلينا علمونا إن إحنا ما نبعش المعروف ولا بكنوز الدنيا طبعاً هنا يعني شاف بقى الحياة باللون الأبيض بعد ما خلاص كانت الدنيا مستودة في عينيه وفضل يستمر في شغله حس بالإنسانية وحس إن فيه لسه الخير موجود في البناء أدمين وفي الدنيا وده شيء ادي له طاقة إيجابية ابتدى من جديد وانطلق من جديد حس بالتراحم شاف الناس اللي بتحس بيه ومقدرة أنه هو طفل والطفل ده لما يشتغل في العمر ده ده شيء مش معتاد حس بدا وحس بالاحترام للإنسان اللي بيمارس مهنته مهما يكون هو المهنة إيه ومهما كان نوعها ومهما كان مستواها أهم حاجة اللي أثرت فيه جدا شاف ولأ الإنسانة اللي تحس بيه وتشعر بجوعه الداخلي بدون ما هو يتكلم وبدون ما يريق ماء وجهه هنا بقى استشعر بالإنسانية والتراحم وشاف أن الدنيا لسه بخير قوي وفتح أحضانه للدنيا وابتدى من جديد انطلاق الموضوع ده زوده ثقة يعني زوده إيمان بالله وزود ثقته في ربنا باليقين بجد قرر أنه هو يكمل في طريقه ويشتغل أكتر ويكون إنسان مثابر وعنده مطولة وبعد كده عمل إيه بقى فضل يستمر ويكمل في طريق درسته الدراسة هنا بقى اللي كانت معادلة صعبة شوية وهو بيشتغل يعني مقسم وقته وجهده ما بين الدراسة وما بين الشهر استمر واشتغل وفي نفس الوقت زاكر ودرس واكتهد لغاية ما وصل الجامعة ودخل كلية طب هنا بقى بيت الأصيد لما دخل كلية الطب ساعتها كان من المجتهدين قوي تخرج من كلية الطب وهو من أفضل الدكاترة الموجودين في وقتها في طب النساء والتوليد وفي يوم من الأيام المستشفى اللي هو كان شغال فيها جات في المستشفى حالة مستعصية جدا مستعصية التشخيص وحالة حارجة فطبعا الدكاترة اللي كانوا موجودين في وقتها في المستشفى حاولوا يشوفوا الحالة ما عرفوش إن هم يعني يشخصوا لأن حالة شوية صعبة حبيتين اتصلوا بالأطباء الاستشارين وكان هو من ضمنهم أول ما أرى الورق شاف إن البنت دي في القرية أو البنت دي من القرية بتاعت صحبة كوب اللبن شفت المعنى البنت من القرية بتاعت صحبة كوب اللبن فاستغربت شوية زي مكون الجرس كده ضرب عنده فختن بيه قال أروح أشوف البنت دي رح شاف البنت قعد شوية يجمع في الملامح لأن موضوع برضو سنين المهم بعد ما تأكد بطريقة أو بأخرى وشاف حالتها الصعبة قرر إن هو يقف معاها بشكل إنساني وبشكل على المستوى الخاص وعملها العملية واشتغل جهدا إن هو ينقذ حياتها بأي شكل من الأشكال طبعا الشيء ده مش هقول لكم رد جميل هو الإنسان اللي جوان ضيف بيشتغل كده على طول مع كل الناس من غير رد جميل ولا من غير أي حاجة بعد كده عملت إيه هي البنت البنت خلاص قربت إن هي يعني تخرج من المستشفى وحالتها بقت كويسة واستدعت إن هي تخرج وتبقى كويسة فطلبت منهم الفاتورة تكلفة العملية قلت لهم أنا عايزة الفاتورة شافت تكلفة العملية طلب بقى الدكتور الدكتور طلب منهم يجبوله الفاتورة بس كده على التكلفة وقام ماضي في نهاية الورقة وقال لهم كتب مدفوعة بالكامل بكوب من اللبن وطبق الورقة علشان الإنسانية ما ينفعش أي حد يقرأ الورقة طبق الفاتورة وحطها في ظرف وداها لللي جالوا بيها وداها للبنت فوقتها فتحت الظرف شافت الفاتورة ومكتوب عليها مسدد بالكامل بكوب من اللبن وإمضاء اسمه هوارد كيلي دكتور هوارد كيلي فلما عمل الموضوع ده البنت بكت مش مصدقة هي يعني مش مصدقة من مفكرة أن الدنيا خلاص بقى يعني دقت في عينيها وطبعا نفس الموقف اللي كان متكرر معاه هو فأول ما قارت الكلمتين دول قاعدت تبكي من الفرح وقالت يا رب الحمد لله أنا لو فضلت طول عمري أشتغل علشان أسدد فلوسي العملية ما كنتش أكفي ولا أوفي وهنا ربنا قال هنا ربنا قال وبيحثنا على إن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وفي نفس الوقت واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فربنا موجود وربنا كبير جدا هنا عايزين نوصل للتحليل بتاع القصة دي القصة دي إيه قصتها وإيه التحليل بتاعها وإيه المصب بتاعها زي ما احنا متعودين في كل القصة نحللها إيه المصب وإيه الدافع بتاعها وإيه الحيفيات اللي وصلتني وهي إيه المنبع بتاعها الأساسي هنا التحليل بتاعها إن هو طفل المنبع إن هو طفل صغير واعتمد على نفسه هنا المنبع اللي بداية الطريق خالص الشيء الثاني المحرك المحرك إنه هو لقى اللي يستشعر بجوعه بدون ما يتكلم وبدون ما يريق ماء وجهه وبدون ما يحرج وبدون ما يهدر كرمته الإنسان حس بيه فيه إنسان حسد بيه فالموضوع ده فرق معه كتير جدا كمان فيه حاجة يعني كبيرة قوي ده طفل الطفل ده اتحرم من الفسح وإن هو يعيش سنه واللعب وحاجات كتيرة جدا زي بقية الأطفال اتحرم منها فالموضوع ده كان خلى الدنيا تبتدي شوية تسود في عينه وساعتها لقى إن الدنيا بيضة لون كوب الحليب الحليب أبيض زي ما احنا كلنا عارفين فلما قدمت له كوب الحليب لقى شاف الدنيا بيضة شاف الدنيا لسه بخير شاف إن فيه ناس قلوبها بيضة زي كوب الحليب ده ناس قلوبها صافية بجد فده كان المحرك بتاعه طيب نيجي لحاجة تانية الحيثيات طبعا قبل من انتقل الحيثيات كل الأحداث دي خلته إن هو يشوف الدنيا بشكل مشرق ويشوف الإنسانية ويشوف الخير ويسق شوية أكتر من الأول طيب هنيجي بقى للحيثيات الحيثيات هو حول العثارات إلى إنجازات تمام؟ دي أول حاجة تاني حاجة قسوة الحياة عليه وهو طفل عملت فيه إيه؟ صنعت منه راجل صلب قدام كل الأزمات اللي ممكن تواجهه في حياته تالت حاجة الاستمرارية يا جماعة الاستمرارية والكفاح هو اللي بيوصل أي إنسان للنجاح بجد من أقوى الأسباب هنا إحنا عايزين نوصل نتكلم في المصاب كده إحنا وصلنا للمصاب المصاب اللي هو الهدف بيصب في مصلحتي إيه يا بقى مصلحتي إيه الهدف إيه اللي عاد علي إيه اللي أنا دلوقتي وصلتله من بعد كل القصة دي أنا كالدكتور يعني اللي هو صاحب القصة أول حاجة القوة المتنوعة الحصول على القوة المتنوعة إيه هي بقى القوة المتنوعة القوة المتنوعة العلم الفكر المال القوة المتنوعة مش حتى تتعاضلة من غير عقل لا لا طبعا قوة المتنوعة الجميع أنواع القوة يعني إيه قوة المتنوعة يعني الشهادة اللي هو أخذها يعني إنه هو دكتور هي دي القوة المتنوعة قدر بالقوة المتنوعة يعمل ايه يخدم نفسه ويخدم البنت ويعني يحمي حياتها ربنا جعله سبب ان هو يحمي حياتها القوة المتنوعة لو جينا اخذ لها مثل تاني الانسان لما يفكر كويس ويشتغل بيبع عنده مال فالمال ده هو بتاع صاحب او ابو البنت كان عنده مال فبيته مستور وفي حليب في كوب من اللبن قدمته للولد اللي هو الدكتور فالقوة المتنوعة تتمثل في المال تتمثل في العلم تتمثل في حاجات كتيرة جدا اخر حاجة القوة الجسدية يعني فالقوة المتنوعة هنا اللي هو حصل عليها هي دي اللي بتوصلني او هو ده اللي انا بستفيد منه العلم هو قوة بجد بتمشي معك طول حياتك طيب هنا لما خلصنا موضوع المصاب هنيجي الموضوع تاني النهاردة لو اي انسان عايز يوصل هيشوف ايه اللي ممكن يعني اسباب اللي تخليه يوصل لهدفه بسرعة او بكل سهولة او بدون ما يمل ايه هو لو انت بجد عايز توصل لنواي الهدفك حول الخير اللي جواك لعادة ازاي يحول الخير لعادة هنا بقى مربط القصة كلها الخير احوله العادة علشان لما جي احوله العادة مش محتاج ان انا افكر عشان اعمله ومش محتاج ان انا اتردد علشان اعمله ومش محتاج ان انا في حاجة تاني في كافة تانية بتقول تعمله ما تعملوش طب فيه مصلحة اقوى من الخير لا خليه عادة تعمله بدون ما تتردد وبدون ما تفكر وبدون اي حاجة الخير دايما بيوصلنا طيب لو احنا جينا نشوف يعني رسالة الحياة بتقول لنا ايه من كل الموضوع ده رسالة الحياة بتقول حول الامك الى قوة متنوعة لا يستهان بها ده اول حاجة في رسالة الحياة تاني حاجة رسالة الحياة بتقول لنا الدنيا والحياة كلها لا تحترم المنهزمين يعني خلي عندك مطولة وصلابة في رحلة حياتك طيب رسالة الحياة الثالثة بتقول ان الناس بتنفر من قصات القلوب لان احنا في الاول وفي الاخر بني ادمين كل واحد مننا انسان وليه مشاعر لو في حد قدامنا بيعملنا بقصة احنا بننفر منه حتى لو تعاملنا معاه مرة اهو درسه وخلاصه مش بنتعامل معاه تاني رسالة الحياة هنا بتقول لنا كمان ان احيانا بيقابلك مصاعب في حياتك يعني تحاول تتعلم او تحاول تتعامل معاه بمرونة فكرية لان التصلب الفكري مش بينفع لا صاحبه ولا بينفع الجميع بيكون خسارة على الكل هنا ربنا قال فيها يعني كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي وكلها كل حين باذن ربها دي الكلمة الطيبة ما بالك التصرف الطيب مع الانسان ما بالك القلب الليل ما بالك الخير اللي ممكن تفجره للناس وممكن تدي الخير لو فضل عندك وتخزن صدقني بيبوز بس بجد ادي الخير اللي جواك للناس هتكسب كتير وغيرك هيكسب وممكن يكون بمثابة طريق ممهد الانسان يوصل بي وهنا رسالة الحياة بتقدم لنا كمان حاجة الخير دائما ينتظر صاحبه على الطريق يعني طول ما انت بتقدم خير ربنا بيكتبها لك فوق وبتتجاز بيها وكمان بتلاقيها في طريق حياتك لو انت قدمته في اليمين ممكن تلاقيه في الشمال ولو انت قدمته في الشرق ممكن تلاقيه في الغرب من شخص تاني خالص على فكرة هي القصة يمكن جات ان الشخص هو نفس الشخص بس لا يشترط ممكن انا النهاردة اعمل خير او خلينا نقول حد بيعمل فيه خير ومعروف ممكن يلاقيه بشكل تاني مع انسان تاني تردله في مكان تاني خالص مش في نفس الانسان يعني مش من نفس البشر ربنا بداية بيكتب لك خير ومعروف ثانياً بيردها لك في الدنيا لو فيه مطبي بيشيله عنك لو فيه حاجة وقفة معاك بيبعث لك اللي يحلها لك فالأمور مختلفة تماماً والخير اللي عنده ربنا كتير جداً لا يقدر بالدنيا وما فيها أما الحاجات اللي ربنا بيبعث لنا حد علشان إحنا عملنا خير بيبعث لنا حد يردها لنا ده حاجة بسيطة كده يعني إن صح التعبير ومثلناها ده التبس الحاجة البسيطة خالص اللي ممكن نشوفها طيب إحنا النهاردة رسالة الحياة بتقول لنا في آخر حاجة وهو موضوعنا النهاردة اللي إحنا هنتكلم فيه وهو حول العادة إلى عبادة يعني أنا عايز الأول أحول التصرفات والسلوكيات إلى إيه؟ إلى عادة عشان أعملها بكل بديها وبعد كده أحول العادة إلى عبادة محتاج بس أقولي النية بتاعتي أنويها من جواي طيب لو جينا نقول أنا هتكلم أنا كمحمد حفظ النهاردة ليه جاب الموضوع ده وعمله إعداد وبقالي كم يوم بعد عد فيه ليه؟ علشان كذا حاجة أول حاجة أن احنا نعرف الفرق بين السلوكيات والعادات والطباع وتاني حاجة علشان خاطر لو في حد في عادة سيئة مسيطرة عليه أو عادة سلبية احنا النهاردة هنقوله يعني يتخلص منها إزاي؟ وكمان علشان خاطر نشوف النهاردة إزاي يعني نكتسب عادة إجابية عادة تساعدني في حياتي عادة تزود من شأني طيب وكمان عايزة أعرف العادة دي أصلا بتيجي منين وبتتكون إزاي؟ وعايز أعرف أتعامل معاها إزاي؟ وعايز أعرف إزاي أحافظ على بستان نفس الإنسانية الجواية هو ده الهدف النهاردة تعالوا نبدأ ونشوف إيه السلوكيات السلوكيات هو طريق جاي من كلمة سلوك هو طريق أنا كل مرة بسلكه مثلا لو أنا طلعت النهاردة من شغلي ومروح بيتي باخد طريق معين كل يوم الطريق ده اللي أنا باخده لو لقيت طريق أفضل منه خلاص ممكن أغيره فمش مرتبط بيه قوي لو حد اقترح علاءة قالي ده فيه طريق فيه إزاحة يعني أقصر شوية أو فيه طريق أفضل أو ممهد أكتر ممكن أغيره مش موضوع كبير السلوكيات طيب العادات إيه هي بقى؟ العادات بتيجي من السلوكيات السلوكيات لما تفضل فترة كبيرة جدا إحنا يعني خدت وقت معانا وزمن وتعودنا عليها بتتحول إلى عادات طيب إيه هي العادات؟ العادات هي أكثر عمقا من السلوكيات وجاية من السلوكيات أصلا مصدرها السلوكيات والعادات بتكون يعني هي تسمت عادة علشان خاطر من كتر ما أنا متعود عليها ودايما بعاود عليها التصرفات بتاعتي يعني بتردد عليها على طول فالعادات بتكون أقوى شوية ولو عايز أغيرها بواجه شوية يعني مصاعب بس في الآخر أنا عندي قوة أرادة وهغيرها بإذن الله للأفضل والأحسن طيب السلوكيات دي لها أنواع السلوكيات في أول نوع منها هو الطريقة المتبعة الطريقة اللي أنا شفتها كل مرة الطريقة دي عبارة عن أنا شفت حد بماشي في الطريق فخلاص شفتوا بمشي زي الطريقة يعني اللي هو شفل طريقة المتبعة طريقة الدرجة طريقة المتوفرة الطريقة المتاحة آدي أول نوع النوع الثاني هو بيعتمد على السلوكيات اللي قدامي أنا مثلا راجل عادي جدا لكن لقيت واحد زوء حبتين بضطر أن أنا أتعامل معه بزوء ليه لأنه هو بيجبرني على الزوء بتاعه واحترامه زيادة فده السلوك مني بس قائم على إيه صدر أو يعني نابع من السلوكيات اللي قدامي هو إنسان كويس أوي وراقي أوي وصوت وواطي أوي فأنا هنا أنا هنا بعمل إيه في الحال ده ببتدي إن أنا بحاول أكون مواكب معاه في نفس السلوكيات اللي هو بيجبرني طيب السلوك رقم ثلاثة هو قائم على الفائدة يعني أنا دلوقتي لو عندي طريق وبروح فيه بس لقيت طريق تاني أو خلينا نقول أنا دلوقتي راح اسكندرية أنا راجل مستعجل وعايز أمشي بسرعة ومتواخد إيه الطريق الصحراوي في فرقات فردية في حد تاني ما حبش الطريق الصحراوي حتى لو كان مستعجل عايز أخد الطريق الزراعي علشان خاطر يلاقي محل يقف يلاقي كافية يشرب شوية قهوة بيحب الشجر بيحب ياخدها كده فسح فهي دي السلوكيات وأنواعها لو جينا نشوف السلوكيات بتروح فين السلوكيات أهي والطباع أوسع شوية وأكبر فالسلوكيات لما تفيد وتزيد بتقع فين في الطباع واللي تحتيها خالص أو عفوا السلوكيات بعد كده العادات لما تفيد السلوكيات بتقع فين في العادات والعادات لما تزيد قوي بتروح فين بتقع في السلوكيات بعد ما يعني بقالنا فترة فيها بتقع في الطباع الطباع يبقى هنا احنا عندنا سولوكيات وعادات وطباع الطباع هي اللي بتبقى يعني حاجة متكونة كده معاك ما تعرفش تخلعها اللي بقوة كبيرة قوي وهي ليه اقل حاجة وتحت لان هي قريبة منين من الجذور ليها جذور وكمان ليها عمق وكمان ممتدة متشعبة فهي دي الطباع وكمان سمي الطباع كأنك انت طبعت حاجة كأن مثلا الورق اللي معايا ده فيه كلمة مطبوعة عليه والكلمة اللي مطبوعة عليه ده مش عارفها مساحة لو جيتها مساحة ممكن اقطع الورقة بس ليها كذا طريقة طيب خلينا نشوف كمان العادات العادات دي هي السلوك اللي بييجي بالشكل مستمر مستمر زي ما قلنا كويس وبييجي بالتكرار وبييجي من طول الفترة الزمنية وبيتكون في العقل الباطن يعني هو من كتر ما اشتغلنا عليه اشتغلنا عليه وفضلنا نشتغل بالعادة دي اتكون في العقل الباطن بيعمل ايه بقى ساعتها؟ بيبقى مش محتاج مني تفكير وانا بامشي بيه وبتعامل بالعادات بتاعتي بدون ما افكر ولا بدون ما اجهد نفسي ولا اي حاجة من الكلام ده لإلى انه خلاص بقى بقى بعمله بديها هو ده موضوع العادات طيب العادات في البداية بتتكون زي خيوط العنكبوت فخيوط العنكبوت وهنا حتى ربنا قال عليها وانا اوهن البيوت لبيت العنكبوت بيبقى ضعيف جدا لو عملت له كده بيروح وهو طبعا عنكبوت عمال يكون فيه بقى له شوية حلوين لو جيت انت عملت كده بس كده بصبعك خلاص راح لو هفت فيه ممكن برضو يعني متلولوش اثر فالمهم العادات في البداية بتتكون زي خيوط العنكبوت سهلة جدا وضعيفة جدا لو قدرنا ان احنا نعالجها في بدايتها بنلاقي نتيجة كويسة طيب ولو انا سبتها شوية بتتبقى بعد كده اغلال من حديد يعني من خيط عنكبوت يوصل اغلال من حديد بايه بالفترة الزمنية بكتر الممارسة بطول الاستخدام ليها بزرعها في العقل البطن بعمق تمام؟ فادي قصة العادات طيب لو جينا نشوف العادات بتعمل ايه؟ العادات اصلا دي بتتكون من ايه؟ ازاي بتتكون عندي العادة؟ هنشوف دلوقتي العادات هي تجربة وتجربة جاي من الفضول يعني وجايزة ومحفز انا دلوقتي شفت حد مثلا مدير في الشغل زعق لواحد لموظف عنده والموظف عنده ده بقف كده منضبط والخطأ اللي هو كان عامله في الشغل ابتدى يضبط نفسه والشغل بقى كويس فطبعا انا شفت طيب الجايزة بتاعت اللي زعق ده او كان عصبي عمل ايه؟ حس بالهيبة قدام الموظفين طيب وايه اللي بيحفزوا على كده؟ ان في الاخر بينول الانضباط بتاع شركته او الشغل اللي هو بيشتغل فيه بس هنا فيه حاجة مهمة جدا ماينفعش ان حد دايما يسلك السلوك العصبية وانه هو يوبخ الناس والقصة دي كلها ليه؟ لان في الاول وفي الاخر الانسان عبد الاحسان هتيجي تتعامل معاه بعصبية هيشتغل قدامك كويس بس هو من جواه مش حبك فاحنا مش بالمعناه ان احنا بنقول كده يبقى ده كويس انا عملت ايه بقى؟ انا شفت اللي بقى عصبي ده عمل كده فالموقف ده انا عندي بقى فضول ان انا جربه فدخلت اجرب الموقف ده امتمسك واحد من زعق له مثلا فالفضول اذا العادة بتيجي من الفضول والتجربة وبعد كده بتيجي من الجايزة وبعد كده بتيجي من المحفز ايه بقى اللي بيحفزني اللي بيحفزني كده ان انا حسيت ان انا قوي وكلهم عملولي هيبة ايه الجايزة بتاعتي؟ الجايزة بتاعتي هنا ان الشغل انضبط فببتدي ان انا اقررها تاني للأسف وطبعا هو سلوك مش حال لو جينا ناخد اجزامبل تاني او ناخد مثال تاني جسد لنا الموضوع ده هللاقي مثلا انا واقف في طبور والطبور ده احنا تقريبا فيه عشر اشخاص وبعد الاشخاص دي مثلا اللي واقفين بيعملوا ايه وقفين بقى لشان يوصلوا للطبور جي واحد حضرته ام جاي كده من الجنب وام داخل على طول خلص المعاملة بتاعته او ختم ورقه او دفع او اي ان كان الشباك ومشي انا شفت الموضوع ده عايز اجرب زي يوم ما هي فهلوة تمام طيب هو عمل ايه انا ما شفته كده عايز اجرب زيه هنا التجربة رقم واحد رقم اتنين ان انا حسيت بالتحفيز ايه هو بقى المحافز ان انا مشيت قبل كل الناس دي قال دي شطارة يعني للأسف وبعد كده الجايزة الجايزة ايه بقى ان انا خلصت في اليوم ده وفرت وقته وخلصت كذا حاجة هو هنا العداد بتتكون بالشكل ده ان كانت سلبية او ايجابية فهي فيها تجربة وفيها محافز وفيها جايزة ايه دي قصة العداد طيب لو جينا نشوف اه العداد اصلا يعني الانسان بيتجذب لها ازاي العداد النهاردة احنا بنجذب لها لو احنا مش عندنا ثبات لو انا ممكن اي حاجة بتجبني واي حاجة بتودين لازم يكون عندي شخصية ومنجذبش لأي عادة الا لو انا هزود ذاتي بيها اللي هو العداد الكويسة تمام طيب انا النهاردة عايز مثلا اه اخد كمان خلينا ناخد كمان مثل لو انا دلوقتي مش منضبط في الوقت ودايما بيجي متأخر وخدت وقت فوق وقتي او يعني انا مش منضبط ومتعود على كده وجيت متأخر ودخلت كل يوم انا عندي جامعة وكل يوم بخش اخد المحاضرة وانا متأخر عادي والدكتور مش بيكلمني مرة في مرة في مرة جات معايا في امتحان مين اللي هيخسر في الموضوع ده؟ انا لو انا على طول مش منضبط هاجف مرة عند تسكار الطيارة والطيارة تسيبني وده هيأثر علي وكمان ممكن في يوم الايام انتقل لشغل تاني خالص في بلد تانية بسيستم تاني يعني احنا عندنا هنا مثلا وجينا نضرب مثل البلاد اللي برا ممنوع تضرب كلاكس من غير داعي فانت هتيجي في مرة هتلاقي الدنيا مش قادر انت عليها فانا بدعو دلوقتي ان احنا نغير من عدتنا ليه؟ لان اول حاجة انت في الواسع غير وانت في الواسع يعني وانت عندك فرصة حلوة تاني حاجة ان انت اللي بتحكم نفسك ما تسيبشي في الزمقى نفسك تحكمك تالت حاجة انت اللي بتدير بتعملها بمزاجك غير ما اجي في مرة اروح لبلد تانية او حاجة ابص الاقي اتفرض علي ان انا غير نفسي دلوقتي في خلال 24 ساعة والعادة هي اللي بتقمرني وهي اللي بتقودني وهي اللي بتتحكم فيي والوضع بتاعي او صاحب الشغل الجديد وبعدين الوقت ديق جدا فاحنا عايزين نغير في الواسع ما نسيبشي اي حاجة ترهقنا في حياتنا ما فيش حاجة احسن من انسان ولا ولا احساس الانسان ولا ذات الانسان فخلينا نشتغل واحنا عندنا الفرصة كويسة اللي تحت ايدينا وبشكل مرن طيب ازا غير العادة انا النهاردة عايز ان انا اكون اعترف بالعادة مدام انا اعترفت بالعادة يبقى خلاص اغيرها لان انا مش معترف بالعادة ايه اللي هيتم معايا اصلا مش معترف بياه فغير ليه فخلاص هي حلوة صح لا محتاج ان انا اعترف بالعادة وفي نفس الوقت محتاج ان انا اواجه نفسي واقف كده بلحظة صدقه قدام المرأة بتاعت نفسي واواجه نفسي وابتدي ان انا اشوف ليه انا لازم اغير ده و ايه اللي هيقود علي منه طيب والمفروض انفر من الجايزة او المحفز بتاع العادة السيئة ده اول حاجة خلينا نقول التخلص بقى من العادة السلبية ازاي انا اتخلص من العادة السلبية علشان اخلص من الموال ده والموضوع اللي يعني بيرهقني في حياتي اول حاجة نظرية تعكر المعين انا النهاردة لو عندي لو افترضنا ان دي ازازة طويلة مثلا خلينا نقول خلينا نقول هي هو المجده المجده النهاردة يعني خلينا نقول 15 سانتي 15 سانتي المجده لو انا جيت و احط فيه ميا بس هو فيه اتنين ملي تراب وافترضنا ان المجده كده ازازة عشان اقدر اشوفه من خلال هنا طيب جيت احط فيه ميا وانسيت ان انا انضفه تماما هعمل ايه المية كلها العشرين سانتي او الخمستاشر سانتي دول هتعكره تماما حتى لو هم 20 سنطي وكان فيه رمل أو تراب ميلي أو 2 ميلي فهنا تعكر المعين المفروض ننظف تماما والأمور تبقى كويسة وبعد كده اشتغل على حاجة كده على نظافة زي ما بنقول يعني طيب تعكر المعين في حاجة كمان أنا عايزة أفرق ليه؟ لأن تقبل رياح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا يعني إيه؟ لو حد النهاردة مديني جايب عشر عيدين كده ودهمني وقال لي اكسرهم مهما أعمل مش هقدر أكسرهم لأن أنا في الأول في الآخر إنسان وقدراتي محدودة أما لو وداني عود عود وقال لي أكسره أو عصايا عصايا هكسره لو عايز 100 ما عنديش مشكلة ومش هواجه فيهم قوة فإذا هنا الاتحاد قوة أنا عايزة أفرق العادة وهنا هخش على نظرية فرق تسود فرق تسود ده مبدأ يعني بتعامله فيه في الحرب وبيجيب نتيجة فعالة جدا استراتيجية بنت لازهين قوية جدا وكلنا عارفين وعارفين بتستخدم إزاي فرق تسود لو أنا النهاردة عندي عادة ومش قادر عليها أعمل فيها إيه؟ أفرقها علشان أقدر إن أنا أتحكم فيها وأقدر أسيطر عليها وهنا التفريق ثلاث حاجات أتحكم فيها أنواع التفرقة أنواع التفرقة عشان أنا اللي أسود مش العادة اللي تتغلب عليها أنواع التفرقة هنا هي تفرقة كمية وتفرقة نوعية وتفرقة زمنية هو ده موضوع تفرق تسود هنشوف بنستخدمه إزاي أنا هاجي لو خد التفرقة الكمية في إنسان بيشرب سجاير لو جي فرق التفرقة الكمية أنا خليه أقول علبة السجاير كل يوم في إنسان بيشرب علبة السجاير كل يوم لو جيه لو افترضنا خليه هما تقريبا بيبقوا عشر سجاير أعتقد في العلبة أعتقد كده أنا مش فاكر مش عارف بصراحة هما عشر سجاير ولو جيه النهاردة فرق منهم خمس سجاير يعني بعدهم عن العشرة بقوا نصهم فهو فرق الخمس سجاير عن الخمسة الثانيين العشرة فلقهم بالنص شال خمسة حطهم على جنب وابتدى إن هو يشرب خمسة بس النهاردة وتاني يوم ابتدى إن هو مثلا ممكن يشرب أربعة بعدين تلاتة بعدين العدد بيفرقوا فلما بيفرقوا على الأيام بيقدر شوية بشوية وبالتدريج يقدر يسيطر عليه طيب هنا فيه موضوع بقى هو إحنا يعني إيه فرق تاسود دي؟ أنت ليه بتفرق السجاير؟ فكر إن أنت بتفرق العدد بس لا أنت كل ما تفرق عدد أنت بتحط بينه وبين العادة بتاعتك أو بين السجاير وبعضها أولا مساحة إن أنت عندك فرصة إن أنت قدرت تتبطى اليوم أو 24 ساعة أو حاجة ثانيا قوة الإرادة بتتخلل ما بين السجارة والتانية إحنا الموضوع يا جماعة مش مسألة إن أنا فرق السجار وعددها وخلاص ده الموضوع قصة كبيرة وعميقة بس محدش بيخش فيها أو بس أنا النهاردة هقول لكم إن فعلا بين الحاجة اللي أنا بمنع نفسي فيها كل ما حط ساعة زمن أو ساعتين زمن أنا بحط لو حطيت ساعة زمن فرق أنا بحط قوة إرادتي ولو حطيت ساعتين زمن أنا بحط قوتين إرادتي يعني قوة إرادتي بشكل مضاعف هنا الكلام فأنا دلوقتي هنا فرق تسود دي الموضوع الكمي لو جينا نتكلم على الموضوع الزمني لو افترضنا أن أنا بيأكل أكل يعني الأكل الوجبات السريعة أو الوجبات اللي هي أنا دايماً بره طول النهار وبحتاج أن أنا أكل أي حاجة تقابلني ده عمل معي إيه بعد فترة إداني سمنة والسمنة معرضاني للضغط وسكر وشوات حاجات كده تديت أن أنا أطلع سلمتين وأنا مروح بيتي ألاقي نفسي بنهج مش عارف قلبي الشراب خلاص بنهج مش قادر فهنا بقف وببتدي أن أنا فرق تسود ويعني فرق تسود هي أن أنا ست مرات باكل في الأسبوع برة أو خلينا أقول مثلاً آه خلينا أقول مثلاً يعني خلينا أقول سبع مرات في الأسبوع لأن نسيبك بقى من اليوم الأجازة ده سبع مرات هبتدي أن أنا يوم آه ويوم لأ كده أنا بداية عندي أربعة يام باكل فيهم بس وتلاتة كسبتهم حلو قوي؟ طيب وهبتدي يومين ماكلش ويوم آكل برة هاخد النفس واحدة واحدة مش هاجي أشيلها باللحظة لا واحدة واحدة ورويداً رويداً وبراحة نفسنا وهاجي في المرة التالتة يبقى ثلاثة أيام أصبح أنا هنا وصلت لمرتين باكل وجبات سريعة أو وجبات جهزة من برة في الأسبوع بس وشوية شوية بكمل بنفس الطريقة وهي دي فرق تسود طب فرق تسود في موضوع المسألة الزمنية إيه بقى اللي بيتم فيها؟ أنا في كل يوم ما باكلش فيه بحط بين العادة السيئة بتاعت أول يوم التاني مش باكل التالت باكل التاني يوم ده أنا بحط قوة قرتي وتالت يوم باكل الرابع يوم مش باكل وخمس باكل الرابع يوم ده أنا بحط قوة عزمتي تمام؟ وقصة مشة كده بالشكل ده طيب لو جينا نقول فرق تسود بالشكل النوعي الشكل الشكل النوعي ده فرق تسود هو موضوع مهم جداً بمعنى أهم حاجة هنا فرق تسود بتمشي كبيرة جداً في الموضوع اللي أنا هقوله لو أنا غضوب وأنا عصبي وأنا صوتي عالي ولما أغضب ممكن أسب أو أغذف أو أشتم تمام؟ وأحياناً بضرب يعني ربنا يعيني الناس اللي بتعامل معي فرضاً أنا هاجي هنا هقول فرق تسود هنا بقى اختيار المعارك يعني هنا بقى مش فرق تسود وبس لأن الموضوع ده صعب شوية الغضب والحاجات اللي هي دي بتبقى صعبة شوية فأنا هنا أعمل إيه؟ هختار المعاركة بتاعتي إيه عم أبو حافظه وأنت مدخلنا معاركة وحرب وبتاع لا 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 في حاجة لازم كلنا نفهمها أنت ممكن تخش معاركة تكسب فيها حد ده سهل على فكرة عشان أنت إنسان قوي بمخك وبفكرك وإمكانياتك وكل حاجة لكن النفس من الصعب أن أنت تنتصر عليها لأن أنت ممكن تعمل كده يعني اتفاقية بينك وبين قوة إرادتك وتقول أنا يا قوة الإرادة بتخطيبها يعني ممكن تسيبيني النهاردة تقوم سيباك لأن أنت المدير أنت المتحكم أنت الرئيس أنت اللي بتديها أمر وهي بتنفس خلاص هي مش قادرة تقودك تيجي مرة تانية تقولها طب وسيبيني النهاردة كمان وتيجي اليوم التالي تقولها سيبيني فبتسيبك مش مشكلة لا أنا بقى النهاردة هاجي أقول الغضب والسب والضرب والحاجات دي هي دي معركة بجد مع النفس لأن أقوى حاجة هي مجاهدة النفس فأنا هعمل إيه في الموضوع ده هبتدي أن أنا أختار معركتي معركتي أقل حاجة وهي خلينا نقول الصوت العالي مش هو ده أقل حاجة هختار الصوت العالي طيب وابتدي أشتغل عليه وكسبه وبعد كده أجي بقى للسب أجي للانفعال أجي للعصبية طيب ليه أنا اخترت الصوت العالي لأنه يعني أسهل حاجة وبس لا 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 أنا بختار الصوت العالي علشان هو أبسط حاجة لما أكسبه هيخدني للبعدي وأنا واثق من نفسي مجديني ثقة بنفسي ومدعم قوة إرادتي وأنا في نظر نفسي كبير ومنتصر وهيخدني في الحاجة الصعبة اللي بعديها بقوة واندفاع وأنا مقدام ومش متردد فهنا القصة تكمن في الطريقة والتكنيج ده الموضوع اللي أنا بتكلم فيه بإذن الله إن شاء الله نتابعه كل حاجة صعبة في حياتنا هتروح الموضوع سهل بس إحنا محتاجين نشغل الدنيا نحط فين مين إمتى ونستخدمه إزاي الموضوع سهل إن شاء الله فأنا هاجي هنا خلاص إحنا خلصنا بالصوت العالي وبعد كده تضربه وبعد كده وهكذا فهنا أنا بختار المعركة بتاعتي بختار العمصر اللي أنا عايزه بختار إمتى أبدأ أنا هنا اللي بتحكم أحسن ما قلنا في الدنيا لما تديق قوي وما يبقاش عندي اختيارات كتيرة والموضوع بيبقى صعب وساعتها أحس إن في نفس عن نفس أو في حكم نفس عن نفس ولاقي نفسي كده أنا مش مرتاح إزاي يعني عايزين مني ده في الوقت القياسي ده أنا مش هقدر عليه فخلينا يعني نغتنم الفرصة دي طيب لو جينا نشوف إزاي نكتسب عادات إيجابية العادات اكتسب العادات الإيجابية أنا كده خلص خلصت من موضوع العادات أنا خلصت من موضوع إن احنا نخسر العادات السيئة والخسارة هنا مش كل خسارة خسارة هنا الخسارة هو عين المكسب خلينا نيجي نخش بقى على العادات الإيجابية العادات الإيجابية هي إننا يعني لو جينا نبص للقصة اللي احنا بدأنا بيها العادة الإيجابية إن البنت بفطرتها من غير ما تفكر دخلت جابت كوباية اللبن وديت هالو ليه؟ لأن هي خلاص هما عندهم العادة الإيجابية دي ومتعودين عليها لا ترددت ولا محتاجة أن هي تفكر ولا أي حاجة من الكلام ده دخلت على طول ليه؟ شايفة إن دي عادة في بيتهم الخير عادة فهنا يكمن العادة اللي أنا أتصرف فيها بشكل بديه وبشكل تلقائي من غير ما أفكر ومن غير ما أتردد لحظة طيب ضروري جدا إن احنا يكون عندنا استعداد إن احنا نتغير للأفضل ده رقم واحد رقم اتنين هحط الهدف إيه الهدف من التغيير اللي أنا عايز أغيره وكمان محتاج جدا إن أنا أخذ القرار وأبدأ من دلوقتي كمان محتاج المقارنة قبل وبعد ما تيجي تحط لون اسود جنب اللون الأبيض بتشوف الفرق لكن لو اللون السود هنا بتبص عليه عادي جدا وببص في الناحة تاني ما بتشوفش الفرق الكبير ده محتاجين نحطهم جنب بعض عشان نشوف الفرق الفرق ده بيحفزنا طيب محتاج بمناسبة يحفزنا بقى محتاج المحفز وبعد ما محتاج المحفز عايز أشوف الجائزة بتاعتي إيه إيه اللي أنا هنقوله علشان أخش في الشقة اللي أنا هوجهه ده وقوة الإرادة والعزيمة وقصة دي مش أنا محتاج جائزة برضو مش أنا بني أدم وفي الآخر محتاج إن أنا حاجة تفرحني أهم حاجة الجائزة في الموضوع ده طيب الخطوات التنفيذية بعد كل ده هو تثبيت المكان تثبيت الزمان وتثبيت الجهد ده الخطوات التنفيذية بتاعتها لو جينا نضرب مثل صغير هناخد مثل يجسد لنا الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه أنا وزني كبير وزني كتير جداً على الميزان ومش متناسب مثلاً مع طولي وده بيهدد الصحة الجسدية بتاعته فأنا هنا هوحد أو هثبت الزمان الزمان أنا كل يوم هنزل أمشي الساعة 7 الصبح وهثبت المكان المكان أننا همشي مثلاً في النادي وما حدش يقول نادي ومش نادي لا ممكن أنزل أمشي تحت بيتنا أو في المنطقة اللي جنبنا شوية نضيفة ولا حاجة ولا بتاع مثلاً وما فيش تراب فيه رصيف مرصوف على ما يبتدوا أنهما يوصلوا لمنطقتنا ويرصفوها وتبقى الدنيا كلها حلوة وكل المناطق زي الفل فالمهم همشي في المتاح ما خليش نفسي أننا واقف عند حاجة كده احنا قلنا إيه الزمان أننا هنزل الساعة 7 الصبح المكان أننا هنزل أمشي في النادي في الشارع في مكان ثابت كل يوم الجهد أننا أمشي كل يوم 45 دقيقة مثلاً فأنا كده فبت التلاتة هبتدي أننا أستمر عليهم بكل سهولة بعد شهر هتبص تلاقي الموضوع بقعادة ومش محتاج أن أنت تكلف نفسك ولا تقول لا أصلاً ما نمتش كويس وهصحى وتصحى بالعافية لا 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 هتلاقي نفسك الدنيا ماشى معاك بشكل طبيعي وبشكل بديهي طيب إيه اللي بيعود علي المقارنة هنا مش إحنا من شوية بنتكلم إيه الهدف وإيه المقارنة الهدف أننا أبقى كويس وأنا أبقى يعني أموري أحسن من الأول وأبقى وزني كويس القرار أننا أبتدي أننا أخذ قرار أشتغل خلاص أبدأ طيب المقارنة أننا أقف على الميزان في أول أسبوع ألاقي مثلاً نفسي 100 كيلو ولما أقف في تاني أسبوع ألاقي نفسي 95 كيلو أو حتى 98 كيلو ده هيخدني أن أنا أكمل ماشي دي المقارنة وفي نفس الوقت محفز إيه المحفز؟ أننا بقيت رشيق أننا بشرتي رائد بقت كويسة والجيزة أننا أحافظ على صحتي بشكل عام طيب تعالوا خلينا ناخد أجزامبل تاني ناخد مثل تاني يجسد لنا ده بشكل آخر لو جيت أقول أننا النهاردة عايز خلينا نقول أختم القرآن أنا عايز أختم القرآن في خلال شهر أو في خلال شهرين مثلاً فعايز أعمل إيه؟ هثبت الزمان والمكان والجهد الجهد أننا كل يوم مثلاً أقرأ خمس ورقات أو حتى ورقتين خليقوا لها أنه هنختمه على ثلاث شهور مش فارق خالص يعني كل واحد على حسب مجهوده أنا أختمه على ثلاث شهور كل يوم ورقتين اتنين بس هختم القرآن طيب هنا كده إيه؟ ده الجهد الورقتين هم الجهد طيب أثبت الزمان بعد الصلاة مباشرة سلمت سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله أو ماسك إيه؟ الورقتين أريهم تمام؟ يبقى أنا كده إيه؟ فبت الزمان اللي هو بعد صلاة مباشرة فاضل المكان المكان هو في وقت الصلاة عفواً المكان هو في مكان الصلاة طيب هتقولي كده المكان مش فابت لأن أنا مرة ممكن أصلي في البيت ومرة أصلي في الجامعة ومرة أصلي في الشغل هقول لك في كل الحالات المكان ثابت ليه؟ لأن هنا ربنا قال فأينما تولوا فثم وجه الله ليه؟ ده إعجاز علبي على فكرة أنت بتصلي هنا ولا هناك ولا هناك مكانك ثابت لأن هي القبلة هي؟ لو اللي بيصلي في المشرق متوجه ليها واللي بيصلي في المغرب متوجه ليها واللي في الشمال واللي في الجنوب كلها واحد وده الإعجاز اللي ربنا خلاه سبحان الله فهو هنا الزمان والمكان والجهد وحتهم فكده أنت بتنول العادة الإيجابية بشكل كويس جدا طيب خلينا نقول كيف أحافظ على عادة إيجابية إزاي أحافظ عليها أنا دلوقتي اكتسبتها إزاي أحافظ عليها بقى أحافظ على العادة الإيجابية نظرية المزارع مزارع البستان يعني إيه مزارع البستان وإحنا عما بحافظ دخلتنا في الفلاحين أنا ما دخلت أكشف الفلاحين نظرية أهلين الفلاحين اللي في الأراضي لما بيجيبوا أرض وعايزين يزرعوها لما بيجيبوا البذور ويعملوها كده ماشي ينثروها ويبدروها علشان خاطر هم مستهدفين نبتة معينة طيب بص تلاقي النبات لما ابتدى يطلع في حاجة غريبة معاهم مش مقصودة في زرعة مش موجودة يعني زرعة غير اللي هم قصدينها خالص زرعة تانية خالص مش هي دي الهدف يروح يعمل إيه؟ عشان ينظف البستان لا هو يروح المفروض يقلعها من جدرها علشان لو قصها هتنبت بشكل تاني ليه؟ لأن الزرعة دي ممكن يكون مضرة وممكن يكون بتاخد الغزة بتاع الأرض وبتاع الزرعة اللي حواليها فهو لازم يقلعها من جدرها وهي دي نظرية مزارع البستان طيب نظرية كمان ده كل ده أنا عشان أحافظ على العادة الكويسة نظرية الإحلال والتجديد إن أنا مدام اكتسبت عادة كويسة أو مدام أنا طلعت عادة سلبية أنا دلوقتي طلعت عادة سلبية أسارع إن أنا حط مكانها عادة إيجابية علشان لو مكانها فاضي هيجا أي حد يعود فيها يعني أي عادة سلبية تاني هتحل محلها فدي مهمة جدا اقفل الباب باب إيه اللي أقفله بقى؟ الباب اللي أنا هقفله اللي هو بيجيني منه الطاقة السلبية اللي هو بيجيني منه العادات السلبية ايه هو ممكن الميديا الغير هدفة او هدفها يعني غير مناسب هدفها مش كويس هدفها سلبي تمام اصدقاء سوء علاقات مسمومة اقفل الباب ده تستريح هنيجي للطباع وده اهم حاجة في الموضوع كله من بدايته لنهايته لان الطباع ده مشكلة كبيرة جدا الناس بتواجهها والطباع هي اقوى حاجة ممكن يعني تواجه مشكلة وانت بتحاول تتخلص منها الطباع هي جاية من العدات لكن العدات المزمنة مش ساعات بنقول في امراض مزمنة بتفضل سنين هي جاية من العدات بس عدات مزمنة طيب انا عصبي مثلا هنا في سؤال هو ازاي تكونت العدات يعني مثلا هتقول لي اصلا انا مش شغل انا مش عارف ايه بس انا ابني عصبي طب ابنك ده هتقول لي ابني اللي لاحق راح يشوف شغل ولا راح اي حاجة ولا عمل اي حاجة في حياته جات له منين جات له هو صغير انت كنت بتضربوه مثلا في البيت كان فيه مدرس قاسي عليه او بيضربوه فبتتكون لازم يكون فيه سبب ربنا ما بيخلقش حاجة وحشة يا جماعة حتى اكتساب العدات اللي انا بقول عليه اكتساب العدات ده مصطلح فيه افضل منه بكتير هو ترجيع العدات لان ربنا خلقنا بالفطرة ان كل العدات بتاعتنا كويسة والطباع بتاعتنا كويسة ما فيش حاجة اسمها انا يعني لسه هتسبع عدات كويسة لا هي اصلا بتاعتي وحقي وهاخده وهخش ااخده وما تقلقش انت اقوى من كده وهتغير طباعك باذن الله طيب خلينا نشوف ازاي هنغير الطباع ناس تقولك الطباع دي يستحيل ان هي تتغير لان طبع فيك وفيه عندها في بعض دول يقولك ايه ابو طبع ما يجوز من طبعة يا معود لا يجوز وممكن يرجع ليه ربنا قال قد افلح من زكاها يعني اذا بتتزكى واذا بتبقى احسن واذا مش بتبقى احسن كمان ده انا هرجعها على حسنها اللي ربنا خلقها كويسة بالفطرة ايجابية طيب ازاي بقى الكلام ده الكلام ده هنستخدم فيه نظرية الميزانين النظرية دي انا عملتها وسمتها نظرية الميزانين ايه هم من نظرية الميزانين ان انا اجيب كفتين واحطهم هاختار حاجة لو انا مثلا غيور الغيور ده انا بسبب مشكلة مع اللي انا بغير عليه وبيوصلها احساس ان انا شاكك فيها وبيوصل احساس لحد تاني ان انا مش مأمن له وبيوصل فيه شوية مشاكل كده فخلينا لو خدنا ان انا مثلا هناخد مثل تاني ان انا مثلا بخيل انا دلوقتي راجل مثلا بخيل هجيب الميزان احطه هنا وهنا اشوف لو انا بخيل ايه اللي هيتم ولو انا غير بخيل ايه اللي هيتم لو انا بخيل هعمل ايه هقطع على نفسي ربنا قال ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البصل فتقعد ملوما محصورة حلو حلو او اذا البخيل بيحرم نفسه هنا ما بيحرمش نفسه الكريم طيب البخيل بيحرم اهل بيته هنا ما بيحرمش اهل بيته لما اهل بيته بيحرموا مش بيحبوه لكن انا لو بقيت كريم هيحبوني لما انا يتوفان الله كل الثروة بتاعتي دي هتتنقلهم هم مش هتحسبوا عليها وهنا هم مش هتحسبوا على الثروة دي لكن انا هتحسب عليها لو انا جايب عربية وركنة في الجراش انا بخدمها لكن هي مش بتخدمني طيب لو انا معاي فلوس وقعدت طول الليل افضل صهران عليها عشان احرصها انا اللي بحرصها وبخدمها مش هيال بتخدمني طيب لو انا توفان الله وانا كنت كريم هم هيبعتولي بقى اللي يعمل لي كل دير واللي يعمل لي بني لجامع ولا يعمل اي حاجة فهنا الكفتين هنا لازم تغير طباعك لما تلاقي الموضوع كده ولو جينا نشوف الفضيلة هي وسط بين الرذيلتين الفضيلة هي وسط بين الرذيلتين الوسط الكرم الجانب التاني اللي هو مثلا خلينا اقول الكرم هنا البخل وهنا الاسراف فهي وسط بين الرذيلتين الرذيلة الاسراف ورذيلة البخل واللي في النص بتاعهم هو الكرم خلينا أقول الشجاعة الشجاعة هي وسط بين الجبن ووسط بين التهور فهنا لما أجي أحط نفسي أن أنا إنسان فاضل مفيش أحسن مني ليه إيه اللي يخليني أن أنا مثلا أتعرض لده فهنا شوف الكفة دي عاملة إزاي وشوف الكفة دي قد إيه تعبانة وقد إيه فيه كفة قد إيه تعبانة وفيه قد إيه كفة قيمة بجد أنت اللي هتختار ومن هنا هيبدأ محركك بإذن الله وهتغير محدش يقولك الطباع صعبة وإن شاء الله بإذن الله استنونا في حلقتنا اللي جاية وإن شاء الله كل حاجة هتتغير بمشيئة ربنا وهنا يعني وصلنا لغاية يعني وصلنا لنهاية حلقتنا ومخرجنا العظيم بيقول لي يعني حاول تختم إن شاء الله هنشتغل على نفسنا وأشكركم بجد لطيب المتابعة وكنت سعيد معاكم كل سنوان طيبين وإن شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية على الهوم بغشرة يوم الحد الساعة 9 على قناة الصحة والجمال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة